عايزاً لحضراتكم المشهد ودكتور أشرف ومدام روجينة بتفرجوا على الفيلم لو قلوكم الاتنين قد إيه سعداء وبيبصوا البعض أنا حسيت إن أنا في فيلم حبيبي دائماً في فيلم لاو ستوري إيه بقى؟ إيه قصة الحب الجميلة دي؟ دي بدأت إزاي قصة دي يا روجينة؟ هي بدأت عايزة أقولك إنه أشرف يعني قرر إنه تجوزني من قبل أنا معرف يعني أنا دخلة بقدم في معهد فنومة صرحية أنا ومامتي بالجينس نضارة وصغنطوطة قد كده مخلصة السنوية عامة فتقالي بعد كده إنه هو شافني في البرجولا ما كنتش معرفش حد في المعهد شافني فقلهم شايفين البنت دي قالوا له آه قال لهم دي هتجوز قرار هو أخذ قرار حاصر فعلاً كده؟ تعارف نعم عايزة عارف يعني ما كنتش واحدة أنت قتلك إنه خمسة اخترت منهم واحدة تعارف أنا كنت بقول لي مين؟ بقول للدكتور حاصر فعلاً كده دكتور رح؟ أيه حاصر يعني حبدك اخترتها إزاي؟ قرار شفتها لقيتها يعني بنت جميلة مؤدبة مش ما بتهزرش معها يعني في حالها وبنت ناس فالحقيقة حسيت إن هي دي اللي أنا بدور عليها ده الحب من أول نظر ده الحب من أول نظر لا أنا لازم أحكي لك بقى يعني عشان أوريك إنه أشرف زاكي قيادي قد إيه و لما بيحط هدف في دماغه بيعرف يوصله ده اللي هو قاله أنا معرفش الكلام ده هو هيوصلي إزاي معرفوش خالصه ومعيد وهو في أول فترة الامتحانات ما كانش بيجي في امتحانات الاختيارات وبعدين أنا سنة أولى دكتور سعد بيديني وهو المعيد فقاله ده أشرف زاكي جاي وبتالي أشرف زاكي مين أشرف زاكي مين كان هو وقتها عامل مسلسل ومعروف فلما شفته عرفته فهو يعني في خلفية أديم أنا مش فهمها فلقيته جاي بعدها بيومين بيقولي أنا عايزك في مصرحية بطولة مصرحية فقلت له طيب أوكي ده المدخل ده المدخل ده المدخل أديم لا بس أنا عملت إيه مدخل أديم بس أديم أول عملك بس أنا عايز أقول لك الحاجة من وقتها مش فهمة أنا كنت صغيرة جدا فقلت آه عايزني في مصرحية فالصدام جاي بقى فالمهم قال لي بروفاتو بتاعه فهو عايز كل خمس دايب بين المحاضرات يقف يتكلم معي في المصرحية في المصرحية يعني فاكتشفت أن أنا بطلع من المحاضرة لقيه واقف عسلي بصي بقى هنغير الشخصية وهنعمل كذا فأنا لقيت بيتكرر مرة اتنين تلاتة وأنا كنت وقتها خجولة جدا وبنكسف ودخلة في غيلان حوالي وأنا مش فهم أي حاجة وكان دايماً مسميني في المعهد المزهولة أنا عندي زهول من اللي بيحصل حوالي مش مصدقة طول عمري مدارس بنات فأنا بشوف عالم آخر اللي جذبني ليه حبي للتمثيل فوقفت كده وقلت له لأ على فكرة بقى حضرتك يعني هو مش عشان أشتغل معاك مصرحية كل شوية هطلع من المحاضرة لقيه كواب بتكلمني في المصرحية فرحمة دهم لي بقى جامد جدا لا أنت ما تتكلميش معايا كده أنا ما اسمحلكيش أنا بتكلم معاك في شغل تم شغلي ده في المصرحية بروبات يعني هنروح مصرح نقود حاجات كده وتخصمنا خناقة جامدة جدا 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 أنا وهو وبقيناش نتكلم بقى يشوفني وأنا دخلة هروح لفف وشي هو يشوفني هيروح لفف وشي لغاية ما في يوم كنت قادة في المكتبة فجأت واحدة زملتي قالت لي وعملت المصحيم من غيرها آه عمل المصحيم من غيرها طبعا لقد أنت خلاص بقى هتتقرار خلاص بقى خلاص مفتري فأنا بدأت تبقى جدا وبتاع فقالت لي أشرف بيدور عليك وقالت لي عايزني في إيه وبتاع قهرني يعني ما عملتش المصرحية كمان فالمهم لقيته طلع المكتبة فقال لي لقيته جايب لي هدية ماداليا فيها قلب قديم قديم برد قديم برد فالمهم إيه أنا بقى سازجة جدا فأنا بصلت له كده قلت له مرسي بس أنا الحقيقة لما روح لبيت وماما تسألني مين جايب لك دي هقول لها إيه فهو قال لك دي هابلة رسمي يعني ده دي مش موجودة دي مش معاينة فقال لي تقول لها إيه طب أنا عايز أجي أتجوزك على طول كده خبت لازم أنا عجبني وقتها بجد يا عم يعني أنا لقيت فيه هيرو لا حركة بصراحة حركة جمدة لا وقتها مصحية فشرت مصحية فشرت مصحية فشرت جوازة نجح المديل يا فشرت فأنا عجبني وقتها بجد لأن وقتها كان يعني زي ما يلنا كتير بقى برسومه تعالي بقى البنوتك جديدة اللي دخلها من المحهد وده بيبص وده بيعاكس وفجأة لقيت ده لا هو راجل هو عنده موقف هو عايز يتقدم لي ومن هنا بقى بدأت قصة الحب كامل لقى ولا حيحول إيه جبت لها القلب أو أنا جبته بكام ده أول سؤال رخيص جدا بكام جبت لها القلب بس إنه فكر يعني لا لفتها حلوة لا هو مهم حقول لك على حاجة هو مهم إن أنت في المجال الفني يعني ناس كتير بتتخوف إنك تتجاوز واحدة في نفس المجال بالعكس أنا شايف إنه بالعكس لإن الواحدة بتقدر ظروفك وإنت بتقدر ظروفك إحنا بدأنا من السفر يعني إحنا رحلة كانت صعبة شوية وخدنا شقة مفروشة جنب المعهد يعني فهيش عافش حتى كانتش فيها حاجة لأ لأ كان فيها أنت خشبة كده تغبط أنت عملت كده نقطة أنا عايزة أعرف المهر كام والشبكة كام والتفقته على إيه وفيه أيما ما بيش أيما والحاجات بي كلها يعني الحقيقة يعني لما راح تقدم إحنا بنشتري الراجل سألتك قلت لها إيه قلت لها أنا بحبه وعايز أكمل حياتي معي قالت لي فكرتي كويس قلت لها أنا شايفة ده الراجل الحقيقة تحبيه في الفترة دي لا ما إحنا بقى المدالية برضو عامل يا دكتور أنت مش راهم هي المدخل هو عارف يدخل لي صح هو لما قال لي أنا عايزة أتقدم إحنا بقى بقى فيه قصة حب بقى يعني بقى فيه بقابله بيشوفني فيه جوابات لا هو ما بيكتبش جوابات كتاب جوابات أشرف مش كتاب جوابات وأشرف مش رومانسي أشرف ما رفشي لا ده رومانسي جدا بلاني لا يقول لي شاركة من جدا